تستمر أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع تلال الفستاط بمصر القديمة بالقاهرة على مساحة 500 فدانة وتشمل إنشاء حضائق وتلال ونهر صناعي ومناطق ترفهية وخدمية بالإضافة إلى بحيرة تعين الصيرة وساحة مسجد عمر بن العاص تستعد مدينة الفستاط لفتتاح أكبر متنزه أغدر في تاريخ القاهرة الحديث وهو حضيقة تلال الفستاط الجاري تنفيذها بمنطقة مصر القديمة المحيطة بمتحف الحضارة المصرية على مساحة 500 فدان لتكون الأطخم في الشرق الأوسط الهدف المشروع أن يخلق متنفس أغدر لأهل المنطقة ويبقى مصدر الجزب السياحي عملين هنا منطقة مغامرات وألعاب طرفهية عملين هنا فنادق عملين ملعب عملين سليمات عملين مولات فيه نهر هيبقى من قلب ثلاث باب الخضرة هيبقى نازل على شلال بحيرة عين الصيرة وشلال حد جمع عمر بن العاص تضم الحديقة عدة مناطق منها المنطقة الثقافية التي تقع مقابل البوابة الرئيسية وتعد أحد المناطق المميزة وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل مولات تجارية ومطاعم هدف المشروع أن نحن نحط منطقة مصر قديمة تانية على خارطة مصر السياحية المشروع هنا على مساحة 500 فدان المستحطة الخضرة بتمثل حوالي 70% من مساحة المشروع المشروع يهتم بحية التراث الديني عندنا هنا من أول كنسة المعلقة وحسن بابليون عندنا جمع عمر بن العاص عندنا مسجد سلطان المتحبين عندنا مأم ألا طابة طاب المبنى الوحيد المعاصر الإخشيدي في مصر السياح يجي هنا يقعد هنا سبعة أيام بليليهم في البرندات التي يقدر يتجول فيها يقدر أنه يقعد هنا إقامة دائمة ويتمتع بقى بالتطوير اللي حصل تضم تلال الفستات حضائق وتباب ومسطحات خضراء ونهر صناعي يتم إنشاؤه ومناطق درفهية وخدمية تلات تلال بمدرجات بلندسكيب بإضاءة بنوافير بنهر أخضر وسطهم هي جدر رئة مصر قديمة كلها كما عمل المشروع على إنشاء مشتل زراعي يضم مجموعة كبيرة من النباتات النادرة في مصر بالإضافة إلى إنشاء برج أيقوني على ارتفاع 70 متر من مستوى سطح البحر لتصبح تلال الفستات عالما جديدا يضاف إلى الجمهورية الجديدة أحمد الحسيني التلفزيون المصري